مرحبا بكم. رجعنا لكم مصفى جديدة. مانا الاشتراك في القناة. شكرا كثير لكم. يلا على الوصفة. هذه المكونات يعني غير اساسية المكونات كلها. ولكن حبيت انا اديكم خيارات. قليل من الزيت. نوضع الدجاج. فليت الدجاج. الكمية هي اختيارة. الفضل فليت الدجاج ننقعه قبل الفترة مع التتبيلة. ممكن هي الطريقة الاصاحة انو نوضع معلقة بمعلقة بهار الدجاج عكل كيلو دجاج. مع مية جرام اي نوع زيت. قبل الفترة يكون افضل. هيك اخد تقريبا خمس دقائق على الوجه. كل وجه تقريبا ثلاث دقائق هيك. هيك جهز. كريمة طازجة كوب ونصف تلاثمية جرام. الفطر هو اختياري. ولكن بيدي مزاق عالي. اذا كان متوفر. قليل من الملح. الفلفل الاسمر. والاروغانو. اذا كان متوفر. على حرارة متوسطة باستمرار تقليب. لمدة خمس دقائق. الجبن ايضا اختياري. النوع والكمية ايضا اختياري. ولكن بيدي مزاق اعلى. نوضع بعد خمس دقائق الدجاج. ننتظر خمس دقائق. دايما الحرارة تكون متوسطة او تحت المتوسطة. انشان الكريمة ما تنحرك. ممكن ننقلب على الوجهة الثانية منشان ياخذ من كل النواحي. يتشرب الكريمة. نتركه خمس دقائق. وهيك اصبح جاهز للتقديم. طبعا تقديم اختياري. ومجرد انا بديكو افكار. ممكن نوضع بطاطا. مسلوقة. ممكن ارز. ممكن خضار. مسلوك. حسب الزوغ. وانتم ممكن تضيفو فليت دجاج كمية اكبر من هيك. ولكن انا مجرد بديكو افكار. بعمل كميات صغيرة. ولكن الكريمة هذه تستوعب كمية دجاج اكبر. الوصفة التانية. طريقة التانية. زبدة او سمن او اي نوع زيت. الفطر ايضا اختياري. على حرارة متوسطة. نستخدم ممكن سمن والزيت مع بعض او اي نوع دهون. دقيق خمسين جرام سولس كوب. الفطر مع الزبدة دقيقة ونضيف الدقيق ايضا دقيقة واحدة فقط. لتغير طعم الدقيق فقط. حليب نصف لتر. تحريك باستمرار لمدة خمس دقائق. النصف لتر تقريبا اثنين كوب ونصف. حليب. نوضع قليل من الملح في الفل الاصمر والاوريغانو. اذا كان متوفر الاوريغانو. نحرك باستمرار. نحرك باستمرار لمدة خمس دقائق. واذا غير متوفر حليب السائل ممكن نستخدم. ممكن نبدل حليب السائل بكل لتر ماء كوب حليب بودرة. تحريك باستمرار. الجبن ايضا اختياري النوع والكمية. وبيعمل تست عالي لالاقب. تحريك باستمرار. نضيف فريد دجاج. نترك ايضا خمس دقائق على حرارة متوسطة او تحت المتوسطة. خمس دقائق. ممكن اختياري للتقديم ايضا. بطاطا مسلوقة. نرسها. وزبدة الساخنة. على المقرب ممكن ساخنها. نضيف الجبن. من خمسين لميتة ميلي جرام حسب الزوج. قليل من الملح. الفلفل اصمر. والارغانو. اذا كان متوفر. نخلطهم مع بعض. وازا كان البطاطا بردت. ممكن نسخنهم على المكرويذ لمدة دقيقتين. عشان ينسجموا مع بعض اكتر. وتسيح الجبن. هذه كتير كتير روعة. هيك اصبحت جاهزة للتقديم. انا عملت كذا الشيء من شان انتو حسب زوكو تختاروا المناسب للكو. ممكن نضيف ايضا قليمة الخضار المسلوقة. طبعا حسب زوكو مجرد خيارات افكار. بنضيف الدجاج مع الصلصة. وهذه مثل البشاميل. بديلة عن الكريمة. ناس الطائم تقريبا. انتو شوفوا ايش مناسب ونتوفر عنكم. في امان الله كل عمتم بخير. تزرونا بصفة جديدة. اتمنى الاشتراك بالقناة. اذا اعجبكم الفيديو تعملوا لايك. ما السلامة.